وهذا الذكر العظيم فضلنا الله به على كثير من الخلائق ومع ذلك فإننا نعلم أن الخلائق جميعا تذكر الله لأنها تسبح بحمده سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالسماوات والأراضون والأشجار والجن والإنس والخلائق جميعا مسبحة بحمد الله طوعا وكرها وهي ذاكرة لله سبحانه وتعالى شاهدة على وحدانيته بالباطن وفي سرها وما من شيء إلا ولله فيه آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وهذا التسبيح والصلاة للمخلوقات الأخرى التي ليس لها أرواح يعلمه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وفضل الذكر لا حصر له ولا نهاية ولا بد أن يستشعر كل إنسان أن من حق الله سبحانه وتعالى عليه أن يذكره ويشكره وأن يقدم له الثناء على كل ما أنعم به عليه وأن يعلم أن هذا الشكر هو الذي يقيد نعمه حتى لا تزول وهي عرضة للزوال وأنه سبب للزيادة فيها وقد قال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدْ وفي ذلك أوقات معينة كما إذا صلى الإنسان الصبح في جماعة فجلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيصلي ركعتين فإنه يكتب له بذلك أجر حجة وعمرة تامة 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 كما أخرج ذلك الترمذي في سننه بإسناد حسن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين